المتقاعدون في العراق كانوا ضحية لقرارات كل الحكومات المتعاقبة منذ العام 2003 وهي قرارات اتصفت إما بالعشوائية أو الترقيعية وغير الجذرية إذ خرج هؤلاء المتقاعدون متظاهرين أمام هيئة التقاعد العامة في بغداد لإصال أصواتهم ومعاناتهم إلى أسماع الجهات الحكومية المعنية المتقاعدون المتظاهرون اتهموا رئيس هيئة التقاعد العامة أحمد الساعد صراحة بالإحجام عن صرف مستحقاته من مالية عن نهاية الخدمة والخطورة والإجازات الرسمية المتراكمة الساعدي ظلمنا بكل الترابات والمكافآت الساعدي ظلمنا ما يقبل يصرف أن المكافآت نهاية الخدمة والخطورة والجائز المتراكمة ما هو ذنبنا اللي يسوينا؟ شين الأسباب؟ المتقاعدون المتظاهرون الذين شاركوا في هذه الوقفة أكدوا أن الإجحاف والظلم الواقع عليهم لا يجب أن يستمره ولا بد أن ينتهي نحن مدى نداعي بمكرمة من هيئة التقاعد أو وزارة المالية حقوقنا سلبوها هذا حق استقطعوا من رواتبنا على مدى سنوات الخدمة والآن دي يساومون على حقنا وحقنا نسرق طلعنا مظاهرات وصلنا صوتنا إلى أبعد نقطة والكل تسمحها لكن ماكو فايدة لا حياء لمن تنادي بعض المتقاعدين الذين تظاهروا أمام هيئة التقاعد العامة اتهموا الجهات الحكومية المعنية بغمط بعض حقوقهم التقاعدية المثبتة رسميا في أثناء خدمتهم وتالي متالي راتبنا 300 ويقضحون بعد شهر وينش سهد الشهر؟ يا هلأ أروحنا ما أقل له قال لا بس شهر واحد يا بس هون وعلى الرابع والخامس والسادس معقودة بس شهر واحد كما أكد هؤلاء المتقاعدون أنهم كانوا عرضة للإجحاف منذ اليوم الأول لإحالتهم على التقاعد يعني أسا كل المتقاعدين شريحة المتقاعدين العسكريين خصوصا نقول عليهم خصوصا العسكريين أول ما حالهم على التقاعد حالهم برطبة درجة ثامنة هم أغلبهم درجة متازة وظلتها داعت ما يقارب أربع سنوات يلا حصلت على مور الدبت الأصلية حصلت على أدنى من عدها شريحة المتقاعدين في العراق يشعرون بالإحباط والمرارة بسبب تجاهل الجهات الحكومية المعنية لمعاناتهم وعدم إنصافهم وهم الذين أفنوا جل أعمارهم في خدمة الدولة والمجتمع كما يقولون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر